أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعاء أن الحديثة في الشأن العام الديني يتطلب بالضرورة يتطلب إدراك المتحدث لمفهوم المصلحة العامة وبتقدمها على المصلحة الخاصة جاء ذلك خلال اجتماع دورة الثالثة عشر لأعمال المجلس التنفيذية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للحديث في الشأن العام عالما كان أو مفتيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا لا بد أن يكون واسع الأفقي ثقافيا ومعرفيا فيما يتعرض له أو يتحدث عنه وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لا بد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتحدث فيه أو عنه حتى لا تصدر بعض الآراء الفردية المتسرعة في الشأن العام دون دراسة وافية أو دون دراسة أصلا بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والمواسيق الدولية مما قد يسبب ضررا بالغا لوطنه ودولته وربما يشويه صواة دينه وأمته ترجمة نانسي قنقر